وإلى باكستان وكشمير حيث أدانت باكستان بشدة تحرك الهند الأخير بتلفيق قضيتين زائفتين لزعيم حركة حرية كشمير المدعو ياسين مالك تم تلفيقهما حول حوادث وقعت قبل أكثر من ثلاثين عاما وأعيد فتحهما بمجيب قانون الأنشطة الإرهابية والتخريبية الوحشية وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية عاصم افتخار أحمد في بيان أن تحرك الهند يأتي في محاولة واضحة لتكريس الإذاء السياسي لياسين مالك الذي يقضي بالفعل حكما بالسجن مدى الحياة صدر بحقي بعد محاكمة سورية من قبل محكمة هندية في الخامس والعشرين من مايو عام الفين واثنين وعشرين أي قبل شهر واحد وأضاف المتحدث باسم الخارجية الباكستانية وللأسف يحرم مالك من حق المثول الشخصي في المحاكمة الجارية في انتهاك كامل للأعراف القانونية والديمقراطية وتابع مرة أخرى استخدمت الهند القضاء كأداة للإضرار بمعنويات الكشميريين المسلمين من خلال يجعل قيادتهم الحقيقية هدفا للاستهداف الصارخ وذكر أن ياسين مالك قرر الدخول في إضراب عن الطعام اعتبارا من الجمعة الماضي بعدما لم يجد سبيلا قانونيا لإنصافه وأوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن الحبس اللا إنساني لمالك ومحاكماته السورية في قضايا ملفقة وإن إدانته الزائفة والمحاولات الشريلة لتشويه النضال المشروع لمسلم كشمير من أجل حقهم في تقرير المصير واعتباره من جانب السلطات الهندية إرهابا ليس سوى التأكيد على أن الهند تنتهج انتهاكا سالبا لحقوق الإنسان ومغتصبا للحقوق الأساسية للشعب الكشميري المسلم وأكد أن نضال الكشميريين من أجل حق تقرير المصير هو كفاح شعبي ولا يمكن أن تثبته أساليب الذراع القوية الوحشية للحكومة الهندية